نبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعازم على اتخاذ قرارات مصيرية في الفترة المقبلة عقب التجاوزات التي شهدتها الملاعب الإفريقية والأسيوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ويدرس الفيفا حاليا حرمان إيران من المشاركة في نهائية موندية القطر بسبب انتهاك القواعد خلال مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لنهائية كأس العالم إذ هاجمت قوات الأمن الإيرانية بغاز الفلفل السيدات اللواتي قصدن ملعب مدينة مشهد لمشاهدة مباراة منتخبهن الوطنية مع لبنان ورغم الاتفاق مع الفيفا وقيام الاتحاد الإيراني لكرة القدم ببيع التذاكر للسيدات إلا أن السلطات الإيرانية منعت المشجعات من الدخول إلى الملعب بعد أن قامت بالاعتذاء عليهن وتفريقهن وأشارت تقارير إيطالية إلى احتمالية استبعاد منتخب إيران من المونديال بالرغم من تأهله وصدعاء منتخب إيطاليا بدلا منه حيث تنص لوائح الفيفا على صدعاء المنتخب الحاصل على أعلى تصنيف عالمي بدلا من المنتخب المستبعد بغض النظر عن القارة التي يقع فيها وفي القارة السمراء تقدم الاتحاد المصري بشكوى رسمية للفيفا بعد أن شهدت مواجهة الفراعنة وأسود التيرنغا عدة تجاوزات من الجماهر السنغالية إذ صلتت أضواء الليزر على وجوه لاعبي المنتخب المصري وهم يقفون لتزديد ركالات الترجيح كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء وخلال المباراة الاتحاد الجزائري هو الآخر تقدم بشكوى رسمية للفيفا بسبب الأخطاء التحكمية التي وقع فيها الحكم الجامبي بكاري جاساما خلال مواجهة الكاميرون والتي أطاحت محاربي الصحراء خارج مونديالي قطر فهل تشهد الفترة المقبلة قرارات حاسمة من الفيفا قد تعيد الانضباط داخل الملعب ترجمة نانسي قنقر